ونحن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأنا باستيراد الابداع من النبي صلى الله عليه وسلم اولها في الخندق لما جاء ابو سفيان بقيادة قريش وحاصروا المدينة المنورة لما وصل الى الخندق ماذا قال قال هذه حيلة لا تعرفها العرب حيلة فارسية ما يعرف العرب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف استعمل ماذا استعمل المنجنيق هذه الالة التي ترمي الحجارة على الحصون من اين جاء بالمنجنيق جاء به من الروم الذين كانوا موجودين في الاردن فالاستيراد للافقار والاستيراد للابداع والتجارب الاخرى ما دامت لا تتناقض مع الدين والعقل ما عندنا اشكال فيها اشتركوا في القناة